شاهدين أعلن حكام سابقون لإقليم تيجري الأثيوبي أنهم بصدد إجراء عمليات تطهير ضد القوات الحكومية الأثيوبية المنسحبة من العاصمة ميكيلي وأن المدينة عادت إلى سيطرتهم بنسبة 100% وقال جيتاشيو ريدا المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيجري أن الاشتباكات النشطة في ميكيلي قد انتهت مضيفا أن قواتهم لا تزال في مطاردة حثيثة في الجنوب والشرق نتابع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شاهدين وأرحب ضيفي عبر سكايب من أديس أبابا سيد زاهد زيدان الخبير في شؤون الأثيوبية أرحب بك سيد زاهد ما الذي حصل تحديدا وكيف سيطر المتمردون على عاصمة تيجري بهذه السهولة وبعد إعلان الحكومة وقف إطلاق النار مباشرة أهلا وسهلا بك أخي العزيز ونحن نرحب بكم بعلاقاتكم المباركة ونشكركم على الاستضافة أما ما جاء في سؤالك سؤالك ينقسم إلى قسمين أو فيه سؤال وفيه رد عليه قلت كيف استطاع القوات شبه الشبكة أو حركة تهيئة تيجري تسيطر على العاصمة مقلية وقلت أيضا بعد انسحاب أو بعد إقاف إطلاق النار وبعد انسحاب القوات الرسمية كما يعلم الجميع وتعلم الأمم أن أعلن الجيش الفدرالي الرسمي للدولة انسحابه ووقف إطلاق النار وانسحابه الجزئي من مدينة مقلية عاصمة إقليم تيجري وبعد ذلك شهد بعض المتسلحين الذين ينتجبون لجبهة تحيير تيجري داخل هذه العاصمة ولكن لماذا سحب الجيش في هذا التوقيت؟ نتمنى أن يكون هذا السؤال والإجابة عليه سوف تكون أن انسحاب الجيش من إقليم تيجري في هذا الوقت بالتحديد كما يعلم الجميع أن هذا الوقت هو موسم الخريف في إثيوبيا وهو الموسم الذي تهطل فيه الأمطار هو موسم الزراعة لأن الزراعة في إثيوبيا زراعة الشبهة بداية فليعلم العالم أجمع ما أتى في العام الماضي من جائحة كورونا وزاد الطيم بل ما أتى في القرن الأفريقي وفي دولة اليمن الشقيق اللي هي حملات الجراد أو يعني كما علمنا في العام الماضي يعني ثرب الجراد الذي قضى على شبه 90% من المحطول الزراعي ليس في إقليم مقلية في واحده ولكن في إقليم مقلية وفي إقليم الشمالية للأثيوبيا وفي إقليم شرق القرن الأفريقي أجمع فكانت هناك ضغوطات كبيرة على الدولة وجهد على الدولة في دعم المواطنين التجراواي في هذه الفترة الماضية التي انقضت بخيرها وبشرها في هذه الفترة وحبذ المسؤول العسكري بطلب من رئيس إقليم التجراواي المؤقت أنه يوقف إطلاق النار لكي يستطيع المزارعون العمل وأن يلقوا بثمارهم على رحم هذه الأرض المباركة لكي يستفيدوا من هذا الموسم نعم ولكن سيد زاهد نحن أمام تطور خطير بعد الحرب وسيطرة الحكومة على منطقة تجراي بهذه البساطة تتراجع الحكومة ويعود المتمردون للسيطرة على الإقليم إلى أي مدى هذا التطور يمكن أن يهدد شرعية أبي أحمد ومستقبله السياسي أولا عندما بدأت عملية انفاذ القانون في إقليم تجراي الحكومة كانت هناك عملية دقيقة جدا كمثال عملية قلب تستغرق وقت طويل وتستوجب دقة عالية في هذه العملية لأن الشعب التجراوي أو إقليم التجراوي هو عبود هذه البلد وهم جزء من النسيجة أو من المكون الأثيوبي نريد أن يعلم هذه أو تنقل هذه الفكرة الصحيحة بإسم كمواطن أثيوبي وكمحلل وكمطلع في الشأن الداخل الأثيوبي ننقلها لجميع العالم لأنه نرى بعض الإعلام العربي يشوي فكرة الجيش الفدرالي الأثيوبي أنه هو الجيش المتمرد وأحيانا يدعونه بالميليشيات أنه طغى على الشعب التجراوي كيف هناك من الجيش معدد لا يستهام به من الجيش الفدرالي هم من نفس الإقليم هم من إقليم تجراوي مواطنون أصولهم القبلية من قبل التجراوي ولكن عند انسحاب قوات الجيش الفدرالي كما ذكرت لك للمصدحة العامة التي يستحقها الشعب التجراوي في هذه المرحلة أما على خطورة الوضع السياسي لأبي أحمد نحن نتوقع أن نتاج الانتخابات سوف تظهر في مساء هذا اليوم أو غدا هذه هي الانتخابات هي الخطأ الرئيس على أبي أحمد هل يستمر وينجح فيها أو هل يفشل أو لا يوفق في هذه الانتخابات وهو ذكر أيضا في اجتماعه الأخير لمؤيديه عندما ذهب لأقليم غرومية في مدينة جمة بالتحديد قال لهم إذا نحن انتصرنا فنريد أن نقول هارد لك كما يقول إخواتنا الرياضيين للحزاب المنهزمة وإذا نحن هزمنا نريد أن نسمع عبارة هارد للحزب للإزدهار ونسلم السلطة بطريقة سلمية لمن يأتي بعدنا هذا هو الخوف الحقيقي لحكومة أبي أحمد أخيرا وباختصار لو سمحت سيد زيدان إلى أي مدى هذا التطور ربما سيؤدي إلى إضعاف الموقف الأثيوبي في ملف سد النهضة بأقل من دقيقة لو سمحت فد النهضة مرحلة لا نزاع فيها إن كانت جبهة الحاكم هي جبهة تحيط تقراي إن كانت الحزاب إزيمة إن كانت أي حزب في هذا البلد أو حتى إن كان الازدهار فد النهضة آخي المضارك بالنسبة للأثيوبيين هو موضوع ومشروع قومي مشروع ينهض بأثيوبيا من خط تحت خط الفقر إلى الحياة الكريمة مشروع يعني بالنسبة للأثيوبيين حياة وموت أي إن كان الحزب الذي سوف يركم على السلطة أو أي إن كانت الحزاب معارضة مسلحة غير مسلحة للازدهار فد النهضة نتمنى أن ينقل للشارع العربي أنه هو مشروع حياة أو موت بالنسبة للأثيوبيين فلا يوجد أي جدال عليه من أي مكون يحكم البلد أشكرك جزيلا سيد زاهد زيدان الخبير في شؤون الأثيوبية كنت معي عبر سكايب من أديس أبابا